تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك انطلقت صباح أمس بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة فعاليات أسبوع المرور العربية الموحد للعام الجاري والذي يهدف إلى حماية المواطنين ويحثهم على استخدام وسائل السلامة الكفيلة بالحد من الحوادث المرورية والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك من خلال التقييد بالقوانين والأنظمة المرورية وتعليمات رجال المرور والتعامل مع المركبة والطريق بشكل حضاري فضلا عن استخدام وسائل السلامة وأهمها ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات النظام والقانون هو الفيصل بيننا وبين الميليشيات الإنقلابية ما دون النظام والقانون فوضى عارمة ما دون النظام والقانون هلاك المرور والتزام قواعد السير اليوم نعلن من شبوة أنه ضمن قواعد وما نقوم به في جهاز الشرطة في محافظة شبوة وتطبيع الحياة العامة ندشن أسبوع المرور العربي المشكلة المرورية تعد من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها جميع المحافظات ومنها شبوة نظرا لما ينجم عنها من خسائر مادية وبشرية هائلة ذهب ضحيتها خلال العام الماضي الآلاف من القتلى والمصابين ولعل أسبوع المرور العربي فرصة لإيصال رسالة إلى المجتمع بهدف إيقاف نزيف الدم على الطرقات وإيقاف الموت المجاني الذي يحصد أرواح الكثير من المواطنين في حوادث مرورية مؤسفة تقع على امتداد الطرقات وهو سبوعا أرشاديا ويتم من خلال التوعية المرورية من خلال جميع وسائل الأعلام الجماهيرية والتربوية وذلك من خلال المحاضرات على المؤسسات التربوية والنقابية وأيضا من خلال تسير الأداءة الداخلية ونشر الشعارات المرورية في الشوارع والحارات المواطنون أعربوا عن سعادتهم بفعاليات أسبوع المرور متمنين أن تكونوا الأيام كلها أسبوعا للمرور من حيث كثافة التوعية والإرشاد فعاليات أسبوع المرور ضابت عن محافظة شبوة أكثر من ثلاث سنوات بسبب الحرب التي شنتها ميليشية الحوثية الإنقلابية والتي تسببت في تدمير الكثير من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وتعطل فيها العمل بالعديد من الأنظمة ومواد القوانين النافذة ومن بينها قانون المرور لكنها الآن عادت وعادت معها السلامة المرورية لكل السائقين حسن البريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة اشتركوا في القناة